أكد وزير الخارجية سامح شوكري على العلاقات التاريخية التي تربط مصر بكمبوديا معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك وكذا مع رابطة الأسيان التي تتمتع كمبوديا بعضويتها وتحظى مصر بوضعية الشريك معها جاء هذا خلال اللقاء شوكري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا براكسا كونغ وذلك في إطار زيارته الحالية إلى القهرة حيث أكد الجانبان على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وبحث عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك هذا وقد اختتم الوزيران محادثاتهم بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار الثقافة والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين